انا مريض بدائل ارقام عايز ارقام تكون منضبطة وبقول تاني يا جماعة احنا في وضع وفي ظرف محتاج ان احنا يكون في تنسيق شديد النهاردة عندي ثلاث ارقام مختلفين عن سعر البيض كرتونة البيض وانا الحقيقة يعني مش ماسك في ال مش جاي في الهايفة وتصدر لكن انا معلش يعني احنا بنرجع بعض كلنا وزير التموين الدكتور علم صلحي وجه بتخفيض سعر طبق البيض بالمجمعات الاستهلاكية الى 62 جنيه بدلا من 65 جنيه هات يا ابني الخبر من عندك اهو ايه يا ابراهيم ده ده صور البيان اللي وزارة التموين بعتاه انه طبق البيض اهو قدام حضراتكم بكم يا ابني ب 62 جنيه يبقى متوافر فيه متوافر فيه وزارة التموين سعر طبق البيض بكم ب 62 بدل كام يا دكتور علي بدل 65 يبقى وفارنا في الكارتون ادي ايه 3 جنيه عظيم رائع متشكرين طيب وزارة الزراعة تطرح البيض بمنافذها الثابتة والمتحركة ب 58 جنيه للطبق ارخص من وزارة التموين ب 4 جنيه اليوم السابع ايه جايبا الزراعة تطرح البيض بمنافذها الثابتة والمتحركة ب 58 جنيه للطبق ارخص من وزارة التموين بكم ب 4 جنيه خد بالك بس الخبر الاولاني ابو 62 ابو 62 جنيه قال لك 65 بقى ب 62 وزارة التموين اللي عملت البيان وجابت الكلام اللي انا جابته لكم ودي اليوم السابع قالت انه وزارة الزراعة بتقول انه البيض في منافذها ب 58 58 من 62 4 جنيه يبقى الزراعة ارخص من التموين ب 4 جنيه طيب ما طيب معلش معلش ده متشكرين معالي وزير الزراعة يستحق الشكر الثانية طيب الغرفة التجارية بقى قالت لا 55 جنيه السعر العادل لطبق البيض المستهلك قال لي بكام بتلاتة جنيه 55 من 58 تلاتة جنيه اهو طبقا للمصر اليوم الغرفة التجارية 55 جنيه السعر العادل لطبق البيض المستهلك وقالوا انه بيكلف الطبق بيكلف هقول لكم الرقم بالزبط قال ان في اكد السيد دمين عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجينة بغرفة القاهرة التجارية رجل مشهور جدا السعر العادل لتكلفها الفعلية اللي طبق البيض 52 جنيه تكلفة وفقا لاتحاد منتج الدواجن موضحا ان السعر العادل 55 جنيه يبقى هو بيكلف 52 واتباع ب 55 يعني ياخده 3 جنيه في الكرتون وفقا للمين ليه عبدالعزيز السيد في الغرفة التجارية يبقى انا هاخد اقل حاجة اقل حاجة 52 جنيه تكلفة زي ما قال الغرفة التجارية وزارة الزراع قالت 58 جنيه وزارة التجارية قالت 62 جنيه يبقى كل ده بعد التخفيضات يبقى عندي 3 اسعار للبيت 52 جنيه وفقا للغرفة التجارية 58 جنيه وفقا لوزارة الزراعة 62 جنيه وفقا لوزارة التموين والتلاتة يا جماعة والتلاتة دول جهات رسمية وانا كراجل شغال الشغلانة دي قدامي 3 ارقام فانا اختار بقى واقول للمواطن يا جماعة كرتونة البيت ب52 زي وفقا لعبدالعزيز السيد ولا 58 وخمسين وفقا لوزارة الزراعة ولا 62 وفقا لوزارة التموين فانا بقول معرفش اقول لمين ايه بس احنا عايزين نوحد المعلومات عشان وانا رايح اشتري ما واحد يقول لي يا عم ده عرض وطلب يا سيدي ما هو الدولة اللي بتقول يعني لو عرض وطلب بالنسبة للي تجار القطاع الخاص لكن وزار الزراعة ده حكومة وزار التموين ده حكومة والغرفة التجارية دي مارضو حكومة يا وليد يا خلق هو الكارتونة بكام اصلا في السوق انا معرفش انا معرفش بكام يعني وليد بيقول لي من 70 ل 78 ده في السوق الماركة العادية طيب ما هو معلش يا ورد يا وليد مجمعات وزارة التموين ب 62 انت رحت مجمعات وزارة التموين يا وليد طيب يا ابراهيم رحت مجمعات وزارة الزراعة ب 58 بتقول الغرفة التجارية بيقول 52 ما تشوفونا السيد عبد العزيز السيد يقول لنا ايه الموضوع ايه رأيكم معلش يعني هو الموضوع يبدو يقول لك يا عم نشأة سابة الدنيا كلها بتكلم بكارتون دولبيض يا جماعة ثلاث ارقام قدامهم واحنا بنتكلم على سلعة واحدة يعني انا محتاج بس يا جماعة احنا 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 محتاجين الدولة محتاجة ان احنا نركز نركز في الارقام المعلنة لانه المواطن بيسمعها حاجة من اتنين لو انا جيت دلوقتي قلت يا جماعة بيتنين وخمسين وفقا للسيد هيتطلع الناس اللي بيروح اشتروها بسبعين يقول لك الرجل ده منافق لو روحت بتالي خمسين او دين وستين في ثلاث اسعار انا هنا بحافظ على مصداقيتي وعايز الحقيقة بس فانا بقول ما عرفش السعر في ثلاث اسعار في السوق هل الوضع الراقم يتحمل يكون في ثلاث اسعار واحد يقول لي يا عم ما هو انت بتجيب من سوبر ماركت غالي فانا بقول للمواطن بقى لأهلنا يا جماعة روحوا المنافس بتاعي وزارة الزراعة اهو هتلاقوا كارتونة البيض ب تمانية وخمسين جنيه روحوا لمجمعات وزارة التموين هتلاقوها ب اتنين وستين جنيه هم اعلنوا كده معرفش بقى لانه وزارة الزراعة بتجيب مباشرة التموين بتعمل ناق لانا معرفش بس يفي فرق حوالي اربعة جنيه ما بين التموين وزراعة وفرق اربعة جنيه بين التموين وزراعة وبين الغرف التجاري يعني خلاص يا برايب مش مشكلة لو مش فاض الراجل بس انا يعني بشكل عام عرضت على حضراتكم يعني انا شايف انا شايفه ما حدش يزعل مني برضو وطبعا استاذنا الكبير الرجل السياسي المحترم الدكتور علم صلحي يعني الوضع الرهن اللي احنا فيه محتاج انا قاسف مش عايز اقول التسعر الجبري مش نرجع لها تاني الوضوح في السعر بالنسبة لكل يعني ما هو الوارد من كارتين البيض سواء للزراع ولا التموين ولا المجمعات اللي هنا ولا اللي هنا المفروض يبقى سعر واحد عشان نخلص نقول للناس يا جماعة كارتون تلبيض بـ 62 جنيه 50 جنيه ايا كان الرقم اللي هيتم دراسته وفقا ليه منتج الدواجن نقوله للناس عشان نحافظ عليه كلنا يعني الدول على فكرة الدول الرأس مالية عاملة دلوقتي كده لان فيه ظروف صعبة جدا على الناس وكارتون تقول البيض مهم بالنسبة للناس اشتركوا في القناة